السلام عليكم اه يعني توضيت ونويت الحج وكده اه لحد بدخل مكة فايي الحكم يا فضلت الشيخ الحج صحيح الله يكريمك يعني مع لي ايه الحاجة لا نفس حاجة ان شاء الله طيب الله يبارك لك يا رب فضلت الشيخ والله برضو مرة تانية كنت بحج بس قبل ايام قبل عرفة وكده انا كنت بظن ان ازالت ازالت الشعر من الوقت كنت اظن انه مش حرام فازلت بعد الشعر من الوجه قبل اعمال الحج يعني قبل ان تهلي يعني انت محرمة انا كنت محرمة بس في فترة ما بيننا عملت عمرة ما بيننا يجي يوم التروية لا يعني عفوا كنت تحجين متمتعة يعني اعتمرتي وتحللتي ومنتظر الحج ما انا مش فاكرة بس ممكن اكون على العموم انا جابك باختصار على اي حال اذا كنت جاهلة لا شيء عليك مع السلام كنت اظن ان ازالت شعر من الوجه مش حرام خلاص جاهلة مش جاهلة خلاص لا شيء عليك ومعدين زا كنت عملتها في الفترة ما بين العمرة والحج لايش كان على الاطلاق كنت اعتمرت ومستنية يوم التروية ويوم المعرفة خلاص ما في اي مشكلة حتى لا جاهل ولا علم حتى لو عملتها العلم انت متحللة يومها تحلل كامل طيب اقول انا ناسي لو كنت ما تحللتش ومستنية خلاص جاهل لما جابتك على الوجهين يا وقت انت موسوسة طيب العلم لي بس